وهو المتعلق بمباراة القمة وأنا بس بكلم على التواريخ والمباراة قلت 19.6 لقاء القمة ما تخلوش الأحداث تخلينا يعني من ركز في تفاصيل مهمة في الفترة اللي جاية وهي مباراة القمة اللي حسب ما تم الإعلان عنه من اتحاد الكورة أنه هيكون طاقم تحكيم أجنبي هيقود هذه المباراة وتم الإعلان من المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لاتحاد الكورة أنه هيتم استخدام حكم أو طاقم تحكيم من الدوريات الخامسة الكبرى اللي كان طلب النادي الأهلي قبل كده استخدام حكام لهذه المباراة فإذا المباراة القمة هيدرها طاقم تحكيم أجنبي بننتظر كمان مباراة بيرامدز في كأس مصر يكون فيها طاقم تحكيم أجنبي في دور التمانية طب الدوريات الكبرى الخامسة لها إيه؟ إنجلترا ألمانيا فرنسا إيطاليا أسبانيا الكلام اللي بيخرج من لجمة الحكام ومن اتحاد الكورة رايح في سكة ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا ده الكلام اللي دائر أو الكلام اللي طالع من بعض المصادر في اتحاد الكورة ألمانيا أسبانيا إيطاليا طبعا إنجلترا في التحكيم مش من الأسماء الكبيرة يمكن المراتي إنجلترا ممثلة في كأس العالم بحكم أو حكمين وده ما حصلش قبل كده في آخر كأس عالم لكن الكلام اللي طالع أنه ممكن يكون حكم أسباني أو طاقم تحكيم ألماني أو طاقم تحكيم إيطالي الجزائي الثانية أنه تقال مبرر أن الحكام الأوروبيين اللي من الدوريات دي اللي هيكون موجود في كأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين مش هيجي حكم مباراة القمة نظرا لأن معسقر حكام النخبة اللي هيكونوا موجودين في كأس العالم عندهم معسقر يوم يوم عشرين ستة يعني اليوم التالي مباشرة لمباراة القمة فهو مبرر أن أنت مثلا يعني لو فكرت عايز تجيب الحكم الأسباني ماتيو أنتونيو هيقولك ده عنده معسقر في كأس العالم يعني هنعرض مع حضرتكم دلوقتي قيمة الحكام اللي تم اختيارهم لإدارة مباراة كأس العالم في قطر هي قدامكم على الشاشة لما بناخد أول خانة أو أول قيمة على قدنا إلى الشمال ده قيمة الحكام اللي هيديره المباراة فيه مثلا حكم أسباني ماتيو أنتونيو ده موجود في كأس العالم فبالتالي مش هيكون موجود في مباراة القمة ننزل تحت شوية في حكم إنجليزي اسمه مايكل أوليفر وبعده حكم إيطالي اسمه دانيل رساتو دول برضو هيكونوا موجودين في المعسكر ومش هيكونوا موجودين في مباراة القمة الحكم الألماني دانيل سيفرت والحكم الإنجليزي أنتونيو تولر والحكم الفرنسي تريبن كليمنت دول هيكونوا موجودين في كأس العالم أو في المعسكر يوم عشرين فمش هيجوا في مباراة القمة طيب نروح للقايمة الدولية للحكام الألمان اللي تم اعتماده من الفيفا والقايمة الدولية للأسبان والقايمة الدولية للطلينة طيب نبدأ بالألمان قدامكم على الشاشة الخانة الأولى اللي على إديكم الشمال أو اللي على الشمال دي قايمة حكام الساحة مثلا في دانيل سيبرت داي حاكم ساحة من قايمة دولية من 2015 ده هيكون في المعسكر يوم 26 فبالتالي مش هيكون موجود فبالتالي لما ييجي حاكم من ضمن الحكام المختارين يعني لو حاكم ألماني لازم يبقى من القايمة اللي قدامك دي ما تجيش بقى تجيب لي حاكم درجة أولى أنا عايز حاكم دولي من القايمة دي لو دانيل سيبرت داعي يكون موجود في المعسكر يوم 26 أنا عايز بقى الحكام اللي موجودين وفي نفس الوقت لما تجيب حكام تقنية الفيديو حكام الفار لازم يكون طاقم تحكيم تقنية فيديو ألمان لو أنت جايب طاقم تحكيم ألماني يعني مثلا عندكم انتقم تقنية الفيديو فيه اتنين موجودين في المعسكر يوم عشرين ستة باستين دانكارت وماركو فريدز دول اتنين موجودين في تقنية الفيديو في معسكر يوم عشرين ستة فبالتالي لو هتجيب حكام ألمان عندك مثلا مارك بروش وعندك كذا حكم مميز جدا في الحكام الألمان في تقنية الفيديو يعني من الآخر أنا عايز أقول لو حكم من دول في معسكر يوم عشرين ستة بقى الأسماء دي هي اللي تيجي المطس القمة ما لاقيش اسم من برى القائمة دي عايز اسم من حكام الدوليين اللي كانوا موجودين في القائمة اللي قدامنا ودي اخر قائمة تم اعتمادها من الفيفا كحكام دوليين وعلى فكرة الفيفا استعان بيهم في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم وكان من ضمنهم اتنين حكام موجودين في مباراة السنغال ومصر في الاياب اللي اتلعبت في داكار طيب لو رحنا لقائمة الحكام في اسبانيا قلنا ان اسبانيا متاخد منها ماتيو انتونيو دا حكم ساحة دا دولي من 2011 يعني حكم دولي بقاله 11 سنة لو هتجيب بقى داكم تحكيم اسباني عندك القائمة اللي قدامك دي ما تروحش تجيب برضو حكم درجة اولى حكم دولي من القائمة دي يطلع بقى ماريو سانشيز يطلع خوانا مارتينيز ايا كان الاس لكن يكون من الحكام الدوليين وطبعا كل ما يكون خبرة وكل ما يكون حكم دولي كل ما يكون افضل لانه كمان في نقطة مهمة بص على الحكام اللي الفيفا اختارهم لكأس العالم وهيبدأوا مع اسقر يوم 26 يعني مثلا في قائمة الالمان دانيل اسبيرت دا حكم دولي من 2015 يعني بقاله سبع سنين في اسبانيا انتونيو او ماتيو انتونيو دا حكم دولي من 2011 يعني بقاله 11 سنة حكم دولي لو رحنا لقائمة ايطاليا القائمة اللي جاية في دانيل ارساتو دا حكم دولي من 2010 يبا بالتالي لما تجيب طاقم تحكيم ايطالي لازم يكون طاقم تحكيم خبرة لان الفيفا لما بيستعين بالحكام في الاحداث الكبيرة بيروح يجيب حكام خبرة حكام بقالهم اكتر من سبع سنين او عشر سنين في القائمة الدولية فبالتالي لما تروح تجيب لي حكم من الاطقم اللي احنا بنعرضها لحضراتكم سواء الاسبان او الالمان او الالطلينة ما تروحش تجيب لي حكم دولي من 2022 لسه داخل قائمة دولية النهاردة الصبح لا عايز حكم دولي خبرة عدار مباراة كبيرة في دوري اطال الاوروبا حكم في اللي ويفا حكم في الدوري الاوروبي حكم في مباراة كبيرة في اسبانيا في ايطاليا في المانيا حكم دولي من 2014 من 2017 من 2013 مش 2022 ولو هتجيب حكام الفار لازم يكون من نفس البلد اللي انت هتجيب منها حكم الساحة اللي هيدير المباراة طبعا لو بسنا على حكام الفار يمكن الفيفا بيستعين بالحكام الالمان دايما اكتر في حكام التقنية تقنية الفيديو الاسبان مش مفيش منهم حكم تقنية الفيديو الطلينة مفيش حكم من تقنية الفيديو الالمان عندهم اتنين من تقنية الفيديو وبالتالي لازم يكون فيه تاقم تحكيم على اعلى مستوى في الملعب وكمان تاقم تحكيم في تقنية الفيديو الفار على أعلى مستوى احنا قمنا بواجبنا ووصلنا الرسالة للتحاد الكورة ولجنة الحكام النهاردة وإحنا بنتكلم قبل معهد المطشب أكتر من 10-11 يوم المبرر عندك حكام في المعسكر يوم 20 عندك قيمة دولية فيها 10-12 حكم وفيهم دوليين بقلوا أكتر من 7-8 سنين ما شوفش حكم من برق قيمة دولية لأن هنا هتبقى يعني مشكلة كبيرة لجنة الحكام في الفترة اللي جاي